بتوجيه مباشر من السيد القائد العام للقوات المسلحة باشرت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بكافة مفاصلها في بغداد والمحافظات من خلال الفرق الجوالة لمتابعة الأسواق المحلية بغية مراقبة الأسعار خلال شهر رمضان المبارك من خلال التوجيه المباشر لمعالي السيد وزير الداخلية المحترم والإشراف الميداني تمكنت هذه المديرية من القاء القبض على بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يتلاعبون بالأسعار من خلال وضع خطط مدروسة قبل شهر رمضان المبارك وبالإشراف المباشر للسيد مدير عام مكافحة الجريمة المنظمة ومحاسبة هؤلاء الأشخاص وفق القوانين اللازمة من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة عميد حسين أشكرا خليني أداخل وي حضرتك خليني أداخل وي حضرتك كليل أسألك اليوم شلون تحاسبون الناس نريد نوضح للمواطن شلون تحاسبون الناس التجار على الأسعار هل أكو تسعير معينة تمشون عليها هل أكو فدمقياس معين تمشون عليه حتى تحكمون بأنه هذولا تجار من النفوس الضعيفة ولازم يتم حاسبتهم ده حشة على التسعير من خلال الفرق الجوالة التي تعمل بصفة استخبارية متواجدة طيلة شهر رمضان المبارك بالأسواق يتم تحديد أسعار المواد الغذائية وملاحظة الفرق بين تاجر لآخر لنفس الموادة ونفس المنشأ هذا العمل يتم من خلاله محاسبة الأشخاص الذين يتلاعبون بهذه الأسعار للمواد التي تحمل نفس الصفة ونفس المنشأ يتم عرضها على القضاء بغية إصدار القرارات المناسبة وضبطهم بالجرم المشهود مع العرض توجد لدى البنك المركز العراقي منصة إلكترونية ادخلت في الآونة الأخيرة لهؤلاء التجار الذين يستوردون المواد الغذائية أقصد بها المواد الغذائية التي بالأسواق المحلية وليس المواد الغذائية المخصصة للمزارة التجارة طبعا يتم من خلال هذه المنصة ملاحظة فرق السعر للبيع للأصحاب الأسواق الذين يتعاملون بالمفرد وهم في التماس المباشر مع المواطن غاية المديرية هو ورفع العبع عن المواطن طيب شكرا